شبهات جديدة تلاحق عائلة الرئيس المخلوع صالح حيث أعلنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا أن تحقيقاً أولياً فتح حول تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة لعائلة صالح في فرنسا بعد معلومات نشرتها صحيفة لبارسيون الفرنسية الصحيفة ذكرت أن عائلة الرئيس المخلوع اشترت منذ العام 2005 عدة شقق غرب باريس بالقرب من الشنزليزيه وقوس النصر بملايين اليروهات وأن أحمد الإبن الأكبر لصالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعملية الشراء هذه الصحيفة قالت أنه تم تحويل 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس أثناء ما كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري في فترة حكم والده وفتحت النيابة الوطنية المالية الفرنسية هذا التحقيق في العام 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف حسب الصحيفة التي أكدت أن التحقيقات ما تزال جارية وكانت أموال صالح وعائلته قد تعرضت للتجميد بقرار من مجلس الأمن ووزارة الخزانة الأمريكية في العام 2015 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر